هنروح لفريق السيدات فريق السيدات ماشي بخطة ثابتة في الدوري بيفوز في كل مباريات وعنده مباراة قادمة مع نادي 6 أكتوبر في عمومي سيدات كرة ألياد المباراة تكون يوم الجمعة اللي جاي بإذن الله على صالة 6 أكتوبر فرقتنا جاهزة بكل عناصرها تمام ما عندناش إصابات بشكل كبير وتحقق الفوز إن شاء الله السادس لو فوزت في المباراة دي 5 فوز من 5 وده السادس إن شاء الله يكون السادس احنا كنا بدأنا الدور التمهيد اللي احنا فيه بالفوز على نادي البنك الأهلي 48-13 بعدين كسبنا سموحة 23-18 بعدين كسبنا سبورتينج في مباراة قوية وكانت أقوى مباراةنا في الجولة 20-19 بعد كده فوزنا على الطيران 34-19 وأخيرا فوزنا على الشمس 27-25 في مباراة قوية ولكن مباراة سبورتينج قد قوية جدا 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 وفي رأينا طبعا يعني بفكر حضراتكم وأكيد حضراتكم فاكرين معايا إنه هذا الفريق هو حامل لقب الدوري والكأس العام الماضي وكان السنة الفاتت دي كانت عودة للبطولات بعد ما غابت عنه البطولات السنة القبل الفاتت نتيجة تغيير جيل وكمان إصابات كبيرة كرة اليد السيدات في مصر بتشهد طفرة بدأ يتعمل عقود احتراف زي الرجال والنادي الأهلي كان أول نادي يعمل عقود الاحتراف من قبل ما يكرها الاتحاد المصري كرة اليد شفنا منتخب مصر الكرة اليد سيدات النهاردة بتشكل وفي إصرار كبير في المشاركة لهم بالمشاركة بيهم بهذا الفريق منتخب مصر السيدات في البطولات الأفريقية لعب بطولة أفريقيا اللي فاتت يعني دايماً بتبتأ الاهتمام بينبع من نادي الأهلي لما نادي الأهلي بيهتم بفريقته بالشكل الكبير ده أكيد منتخب مصر في الآخر بيكون هو المستفاد يعني فريقنا شارك بطولة أفريقيا ياخد الرابع شارك بطولة أفريقيا اللي فاتت أبطال الكؤوسي اللي كانت في صلوة الأمير عبدالله الفصل بمقار نادي الأهلي بالجزيرة وفاس بالمركز الثالث يعني الحمد لله برضو استدامة الاشتراكة في النادي الأهلي أكيد بتدعم كذلك موقف منتخب مصر الاحتكاك الأفريقي أكيد في الآخر بيصب في مصلحة منتخبنا ومهارات لعابتنا وخبرات لعابتنا عشان يدوها أو يقدموها أو تكون تحت أمر منتخب مصر في حالة استدعاءه